من قسوة حر الصيف وطول ساعات القطاع التيار الكهربائي هم يهربون إلا أنهم يسبحون في مياه ملوثة كثيرا ما أثارت مخاوف الجميع من انتشار العديد من الأمراض إنهم سكان قضاء هيت في محافظة الأنبار الذين اشتكوا من تلوث نهر الفرات الذي يمر بالمدينة بالعديد من الملوثات وأهمها مصبات المياه الثقيلة التي تصب في النهر دون أي رقابة حكومية وعلى الرغم من اعتماد القضاء على مياه نهر الفرات بشكل كامل إلا أن دراسة أجرتها جامعة الأنبار أكدت أنها غير صالحة للاستخدام البشري في دراسة جامعة الأنبار أجريت على نهر الفرات وبالتحديد في المكان الذي نحن موجودين حاليا به أثبتت هذه الدراسة بأن هذه المياه غير صالحة للاستخدام البشري وهذا يعني بأن هذه المياه هي مياه ملوثة ممكن أن تسبب أمراض كثيرة وكبيرة سكان هيت قالوا إن المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات تقوم برمي فضلاتها في نهر الفرات مباشرة في الوقت الذي يجب أن تمر جميع مصابات المياه الثقيلة بمراكز معالجة صحيحة قبل وصولها النهر أنقاض البيوت من القمامة وحتى أنقاض بعض العيادات العيادات الأطباء التي مفروض أن تعامل عيادات الأطباء والممرضين والمستشفيات والقطاعات والمستوصفات الصحية لا على الحصر لكن على العموم يجب أن تعامل معاملة خاصة الهيتيون طالبوا الحكومة بتنظيف مياه النهر بشكل دوري حيث أن الجهات الحكومية وكعادتها أهملت مراقبة مصابات المياه في النهر فضلا عن عدم قيامها بتنظيف وكري النهر نطالب الحكومة المحلية والجهات المسؤولة عن تنظيف المنطقة الواقعة في كورنيش باب الغربي وذلك لما تشهد هذه المنطقة من تلوث بيئي المواطن يشعر به أما الحكومة فقد أكدت على لسان المجلس المحلي في القضاء أن زيادة معدلات تلوث في النهر ناجمة عن عدم وجود محطات معالجة وعدم إنجاز الحكومة للمشاريع المتعلقة بذلك المفروض أن مياه المجاري تمر بمحطات معالجة قبل أن توجه إلى نهر الفرات كان هناك مشروع كبير وهو مشروع مجاري هيت الكبير هذا المشروع كان من المفترض ينفذ في عام 2013 وتم تأجيله إلى 2015 وبعد مرة المحافظة في بويلات الأرهاب يتعجل المشروع نأمل من الوزارة أن يعاد تفعيل هذا المشروع وما بين إهمال الحكومة ووعودها يبقى المواطن العراقي في دوامة المخاوف من انتشار الأمراض بسبب تلوث المياه وعدم بذل الجهات الحكومية جهودا في توفير أجهزة معالجة وتصفية الأنهار